التباين في وجهات النظر حد الخلاف بين قيادات الحجد الشعبي سيما خلال الأشهر الأخيرة أفضت إلى هيكلته الجديدة التي صادق عليها رئيس الحكومة الهيكلية الجديدة خلت من منصب نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي الذي كان يشغله جمال جعفر المكنى بأبي مهد المهندس مع تباره مراقبون محاولة لفك ارتباط تلك القيادات بالحرس الثوري الإيراني إعادة الهيكلة هي محاولة لتفريغ بعض العناوين القيادية من وظائفها التي هي مشتغلة فيها في الأساس ويبدو أن الخلاف حقيقي وموجود بين رئاسة الحشد وبين القيادات التي كان لها دور في تشكيل الحجد الشعبي هيئة الحجد الشعبي اكتفت بإصدار توضيح حول الوثيقة الصحيحة كما وصفتها والتي اختلفت عن المزورة بحسب تعبيرها باستحداث منصبي أمين سر للهيئة ورئيس الأركان مؤكدة التزامها بتنفيذها من قبل رئيس الهيئة فالح الفياض وبانتظار إصدار النظام الداخلي للهيكلية الجديدة وتحديد مهم وصلاحيات كل منصب مع عدم استبعاد بقاء المهندس ضمن الهيئة لكن بمنصب جديد وامتثال العراف وكذلك القيم المؤسسة العسكرية العراقية في إعادة هيكلة بناء الحجد الشعبي من حيث الهيكلية الإدارية هذه الهيكلية الإدارية كذلك الآن ننتظر النظام الداخلي لكي يوضح لنا المسؤوليات والصلاحيات وكان الهدف من قرار عبد المهدي بعادة هيكلة الحجد هو حصر السلاح بيد الدولة عبر تحويله بشكل كامل إلى مؤسسة عسكرية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة بعد ضمان قطع جميع ارتباطاته السياسية